استهدف تفجير يعتقد بأنه سيارة مفخخة موكب إماراتيا من قوة النخبة الشبوانية في منطقة الملبوجة بمديرية ميفاعة صباح اليوم وقالت مصادر عسكرية أن التفجير استهدف موكبا لقوة الواجب الإماراتية ولواء النخبة الشبوانية مكونا من عدة مدرعات وأطقم عسكرية كان يقوم بتحرك اعطيادين بين معسكرات التحالف في المحافظة وحلق طيران التحالف في سماي شبوى عقب استهداف الموكب ولم يسفر التفجير عن خسائر في الأرواح وتشهد محافظة شبوى نشاطا في تحركة التنظيمات الإرابية التي كانت تحكم شبوى قبل أن تتحرى قوات النخبة بدعم من الجيش الإماراتي